الملف الثاني كلنا عارفين بالأمس الاتحاد الافريقي أعلى من خلال لجنة الانضباط قرارات مباراة الهلال السوداني والأهل وطبعا مش هزيد يعني من الأخبار اللي اتقالت من مبارح كلنا عارفين الدكتور خد إيقاف أربع مباريات غرامة عشر تلف دولار الهلال السوداني غد غرامة عشرين ألف دولار وتم توجيه تحزير إلى نادي الهلال السوداني إذا تقررت أعداد زائدة في المباراتين القادمتين هيكون فيه غرامة خمسين ألف دولار طبعا المباراة اللي جاية مفيش قراري انضباطي بمنع الجمهور دي نقطة مهمة جدا برضو محتاجين نشرحها للناس افتقرت أن الكاف لما قال أن عدد الحاضرين في المباراة اللي جاية عشرة وعشرة لقيلة الناديين وعدد الحاميل القراط في الملعب مثلا خمستاشر يبقى كده المارش بدون جمهور لا هو بدون جمهور نتيجة الاشتراطات اللي وضحها الكاف واللي مش موجودة في ملعب الجوهرة الزرقاء عشان كده الهلال بيلعب بدون جمهور ولكن مش قرار انضباطي يفرق كتير جدا أو تفرق كتير جدا المفاهيم وأنا بشرح هذه الجزائية فبالتالي ما طلعش قرار بمنع الجمهور لا هو الدكتور يتوقف أربع مطشط منهم مباراة يتوقف فيها ما كانش موجود فيه الكاميرو فبقى له ثلاث مبارايات وغرامة عشر تلاف دولار وغرامة على نادي عشرين ألف وتتضاعف خمسين ألف إذا دخلت أعداد زائدة في المباراة اللي جاي بالمناسبة عشان بس تعرفوا إن القصة ما كاتش يعني الناس حابت تدخل الأهل طرف وأنا ملاحظتش إن حد حتى هتم وينشر خبر إن الكاف قال للهلال السوداني المباراتين القادمتين ليك على أرضك مع القطني والثلاث ومع سانداونز يوم 18 مارس بدون جمهور بسبب إن الملعب لا تنطبق عليه معايير الأمن والسلامة ولا حتى إدارة الإلهال طلع تتكلمت وقالت إزاي الكاف يعمل كده لهو الموضوع قبيت شخصا بس في اسم الأهل والله الغاد دلوقت أنا مش قادر أفهم إيه الأسباب يعني إيه الأسباب أو إيه المشكلة اللي عندك مع النادي الأهل سواء النادي المنافس أو حتى الإعلام أو أي أن كان مين بس الفكرة في حد ذاتها مالكاف برضو قال مبارات الهلال والقطن بدون جمهور مبارات الهلال وسانداونز بدون جمهور وقالوا لهم كمان أكتر من كده إن الملعب لو فضل بنفس المعايير دي ما تغيرتش أو بنفس الاشتراطات دي ما تطبقتش وتأهلته للدور التالي مرحلة النوك قوت مش هتلعبه على ملعبك هتروح تلعبه في حتة تانية لو عايزين تحضره جمهور وكمان حتى لو مش هتحضره جمهور الملعب غير مطابق للمواصفات في المراحل النهائية اللي هي مرحلة السمي فاينال والفاينال محدش بيتكلم محدش بيجيب سيرة لكن هي الفكرة لما الهلال هتلعبه بالأهلي النادي الهلال طلع قالك أصل الأهلي ومش الأهلي والموضوع بيد عن الأهلي والإعلام اداله مساحة إنه يطلع يقول كده طب انبارح تلعق قرار أو مش انبارح عشان أبقى دقيق جدا في المعلومة يوم تلاتة مارس صدر قرار من الكاف وبلغوا به الاتحاد السيداني والهلال إن مباراتك مع القطن يوم التلات اللي جاي بدون جمهور مباراتك مع ساندونز يوم تمنتاشر مارس بدون جمهور هل بقى الأهلي طرف؟ لا الأهلي مش طرف ولكن للأسف البعض بيحاول يحط الأهلي طرف وهو ليس له علاقة بأي شيء علاوة على ذلك كل ما يجبها بالأمس ضد الهلال بقرير الحال بقرير الأمني يبقى بالتالي لا الأهلي كان بيتجنى على الهلال ولا الأهلي كان بيحاول يسرد أحداث غير صحيحة حيثيات القضية يمكن أنا الملف استلمت مبارح فيه ست وراءات الحيثيات لوحدها بالأحداث اللي حصلت في الملعب أربع وراءات ونص فيها كم مخرقات حصلت في الملعب غير طبيعية لدرجة إن اللجنة الانضباط وهي بتسرد الحيثيات وبتقوله النصوص القانونية اللي طبقت عليها اللايحة قالت هذه المواقف يعني تقررت كثيرا في ملعب نادي الهلال السوداني وعلى هذا الأساس تاريخ الحكم أدان طبيب نادي الهلال وبالتالي الواقع اللي شرحها الأهلي والموقف اللي تعرض له الشناوي بعد المباراة لم يكن وليده الصدفة ولا نرفزت ملعب لا ده حصل حاجة فعلا بدليل من الراجل خد أقصى عقوبة أربع مباريات أربع مباريات يعني كفيه تعدي ولكن عشان التعدي ما عملش ضرر جسدي فالعقوبة كانت أربع مباريات لو فيه ضرر جسدي كانت أكتر من كده لكن هو أدك أربع مباريات لأن انت كطبيب نزلت خلفت معايير الفير بلي وتعديت على لعبي الفري المنافس نفس الأمر على نادي الهلال دخل جمهور بعدات زائدة مخالفة للليحة أو مخالفة لقرار منع الدخول الجماهير وبالتالي خد غرامة نفس الأمر في التدريبة الأساسية ليلة المباراة القائشة مريخ ومحاولة التعدي على اللاعبين مكتوبة في الحيثيات وبالتالي الأهل لم يتجنى إطلاقا على الهلال السوداني وده مكتوب بنص تقرير حكم المباراة وبنص تقرير المراقب الأمني أعتقد الأمور واضحة وكشفة في هذه المباراة ونتمنى بقى أن محدش يساعد على أن يدي فرصة لنادي منافس يختلق بعض الدوافع عشان يلصق الأهل بيها والأهل أساسا ليس له علاقة لا بقرارات الكاف ولا بالأحداث اللي تمت في هذه المباراة